اشتركوا في القناة كما مضى قبله عيد الفطر كما مضى قبله شهر رمضان هكذا يمضي العمر اللهم اجعلنا ممن يعمل لآخرته ظروف صعبة واستثنائية تمر بها الأمة العربية والإسلامية ويمر بها العالم أولا المساجد مقفلة سبحان الله عادت وأغلقت المساجد مرة أخرى نظرا لتفشي هذا الطعون الأمر الآخر هذا الوباء الذي يستشري في بلاد العالم ومنها بلادنا مضى علينا العيد ولم نذق يعني فرحة العيد لكثرة ما كنا نرى ونسمع ونشاهد ونعاين بلا نسأل الله عز وجل السلامة ما من عام إلا والذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة لنا أحب كانوا معنا في العشر في عشر ذي الحجة غادرون إلى دار البقاء كثر الموت وهو من علامات قيام الساعة وكثرت الأوبئة وباء ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها نسأل الله السلام أيها الإخوة الكرام اليوم أريد أن أتحدث عن الوباء أريد أن أتحدث عن الوقاية والعلاج من هذا الوباء لا شك أن الأطباء يتكلمون وأولو الشأن يتكلمون ولكن للدين وللشرع كلمته في هذا الموضوع قبل خمسة عشر قررا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطاعون أو ما يشابهه كل فترة من الزمان يأتي طاعون ويأتي على العالم ويحصد الآلاف من الأرواح ما رأي الدين ما رأي الشرع ماذا قال الدين وماذا قال الشرع عن هذا الموضوع سبحان الله في كل يوم يزيدنا الله يقينا بديننا لما يتحدث الدين عن أشياء كانوا يقولون أن الدين إنما يتحدث عن شيء ربما هو من العصور الماضية الغابرة ولكن الإسلام متجدد الإسلام سبحان الله كما أن القرآن لا تنقضي عجائبه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبها أيها الإخوة الكرام أريد أن أتحدث الآن إلى الإخوة الكرام في مشارق الأرض ومغاربها هذا الوباء ليس منتشر فقط في الشام أو في لبنان أو في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين في كل بلاد الدنيا وليسمعني الأخوة الكرام وهذه نصائح ومواعظ من أخ محب مشفق على هذه الأمة كي نسلم وكي يسلم أولادنا وكي تسلم أمتنا من هذا الطاعون الذي نمر فيه أيها الإخوة الكرام هناك أسباب للوقاية والعلاج من هذا الطاعون هذا المرض كورونا كورونا الذي نمر فيه هو النوع من أنواع الطاعون الذي مر على أمم قد خلت من قبلنا أولاها العزل الصحي للمدن والأماكن ما تقوم به الدولة والجهات المختصة من وزارة الصحة عندما يسمعون بأن هناك مكان انتشر في هذا الوباء يقومون بعزل وسبق في الفترة الماضية في الشهر الماضي عزلوا مناطق هذا الشيء يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل خمسة عشر قرنا علمنا إياها هذه من مبادئ الإسلام وهذه من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الرحمن بن عوف يقول إذا سمعتم به أي بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه عد ببلدك حتى ينتهي هذا الأمر الآن نحن مأمورون بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني متفق عليه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم حديث مسلم به نحن الآن لماذا كثر يعني هذا المرض في هذه البلاد لما فتحت يعني البلاد جزئيا بدأ السفر والخروج ويعني الولوج إلى البلاد دخول إلى البلاد انتشر المرض نبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا كان هناك طاعون هذا المرض ألا نسافر إلى بلد آخر وألا نأتي إلى بلد فيه الطاعون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم الآن صارت هذه نصيحة يعني منظمة الصحة العالمية ونصيحة الدول بإلا يسافر والآن صار هناك يعني فحص ويقولون بأنه يعني الناس تريد أن تسافر للحاجة الحاجة تقدر بقدرها إن لم تكن الحاجة ماسة من أجل لم شمل أو كذا الآن ليس وقت التجارة أيها الإخوة الكرام وليس وقت أنه الإنسان أن يذهب من أجل يعني أن يتفسح هذا طاعون هذا فيروس إذا أتى إلى جسم الإنسان يأتي في بعض الأحيان على يعني الجهاز التنفسي ربما كان سببا في إنهاء حياته أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه الآن الجلوس اجعل هذه السنة سنة يعني مراجعة حسابات سنة يعني أن الإنسان أن يعني يحاسب نفسه أن ينتبه إلى أسرته إلى من حوله الآن يعني سبحان الله هناك وسائل وسائل التواصل يستطيع الإنسان أن يشتري أن يبيع يعني أثبت بالتجربة العملية أنه ثلاث أربع الرحلات التي كان يسافرها الإنسان يعني كانت بلا فائدة وبلا جدوى أثبتت أن الإنسان يستطيع وهو جالس في مكتبه وهو جالس في بيته وهو جالس في عيادته أن يمارس عمله بدون أن يسافر وأن يختلط وهذا شيء استثنائي ريثما يفرج الله عن البلاد والعباد أيضا أيها الأخوة الكرام من أسباب الوقاية من هذا الوباء عزل المصابين ومنعهم من مخالطة الأصحة سبحان الله يعني كم من إنسان أعدى غيره يعني ونقل العدوى إلى غيره لأنه لم يتبع هذه الوصية النبوية اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد المجذوم الإنسان الذي أصابه وباء أو أصابه مرض من هذه الأمراض الخطيرة وكان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع بده يرجع بده يجي بايع النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجع لقومك فإنا قد بايعناك هل الآن أغلقت المساجد كان هناك أناس مصابين ويعرف أنه مصاب يعرف أنه مصاب يأتي ولا يضع الكمامة ثم يعني ربما يعني هناك مسافة بينه وبين المصلي قد ربما بشكل يعني غير مقصود يعني إما أن يعطس أو مثلا يسلم بي يعني ويصاف هكذا شأن الإنسان مو بإيده يعني فينقل العدوى أنت الآن إذا كنت أنت مصاب قدم إجازة في عملك أنت مصاب قل لأهلك أنك مصاب هذا ليس بعيب هذا ليس بنقص في شخصيتك أو في حياتك هذا بلاء قل لهم أنا مصاب وما بحسن أنه أطلع من بيتي المصاب يا أيها الأخوة الكرام يجلس في بيته اسألوا الله تسعين بالمئة لخمسة وتسعين بالمئة الحمد لله من الحالات تتماثل للشفاء فقط كبار السن وبعض الحالات عندهم يعني شيء من الأمراض المزمنة هذه التي يتطور حالتها وتستدعي أن يدخل الإنسان إلى المشفى وربما يكون هناك يعني سبحان الله الأجل أما أغلب الحالات عود في بيتك أمسك عليك لسانك واليسعك بيتك أيها الأخو الكريم أيها الأخوة الكريمة الآن البلاء والوباء استشرا استشرا في هذا البلد وفي بلاد المسلمين حقيقة نحن هلا عندنا في يعني دمشق وما حوله وحتى في بلدنا الحبيبة سوريا وحتى في بلاد المسلمين حالات كثيرة حالات تطورت كان عندنا حالتين ثلاثة الآن الحالات صارت يعني بالعشرات تعد يعني حسب تقارير وزارة الصحة أيها الأخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل ليبايعه على الإسلام بايع النبي بدأ يشوف النبي عليه الصلاة والسلام قال له اجلس في بيتك فإنا قد بايعناك في أعظم من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم من أنه لقاء النبي عليه الصلاة والسلام نازل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اللي جلوس في بيتك الآن لا نريدك ذلك وزارة الأوقاف مشكورة نجل الحفاظ على الأرواح الحفاظ على الناس الحفاظ على المؤمنين أوقف وعلقت أوقفت وعلقت صلاة الجمعة والجماعة حتى يعني مو كل الناس عنده وعي مش كل الناس عنده وعي سبحان الله في ناس يعني درجة الوعي يعني الوعي درجات كما أنا كل شيء بده يجي وما يحط كمامي بده يجي وما له سائل ربما إذا كان عندك يعني شخص لك هذا المرض حفاظا على الناس حفاظا على أبويك حفاظا على أولادك حجير حالة خد إجازة وقول لهم أنا مريض وكل الجهات يعني تساندك وتساعدك وتقدم لك العون إذا جلست في بيتك والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يصافحه واحد بده أنه يدخل في الإسلام ويريد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام اللعود ببيتك وجلس وإنا قد بايعناك لذلك الآن إنسان يجلس في بيته والحمد لله على وجود وسائل التواصل هل الآن الدرس يبث أنت تجلس في بيتك ربما قد أصبت بهذا المرض أو غيره تجلس في بيتك ويصل إليك الخير ويصل إليك الكلام النافع ومن أسباب الوقاية أيها الإخوة الكرام أن الإنسان أن يلتجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل العافية نحن نلتجأ إلى القوة الإلهية يعني إلى المدد الإلهي إلى الإرادة المطلقة إلى رب العالمين إلى مالك الملك إلى الذي بيده ملكوت كل شيء هو الشافي هو الكافي هو المعافي هو الله عز وجل نبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وآخرتي نبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة سألوا الله العافية فما أوتي أحد بعد الإيمان بأفضل من العافية نبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني هذا البدن هذا جهاز معقد هذا جهاز وهبك الله إياه سلي الله أن يعافيه المعافي والشافي هو الله وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام هذه سيء الأسقام التي يعني ما كنا نعرف أسماءها من كان يعرف كورونا ومن يعرف كان كفد وهذه الكفد تسطعاش ولا ما نعرفش بيطلعنا عشرين وواحد وعشرين سألوا الله أن يصرف عن هذه البشرية اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أيضا أيها الإخوة الكرام من أسباب الوقاية من هذا البلاء ورفعه أن يرفع يرفع بأمر الله عز وجل يرفع بعد وقوعه والاستغفار والصدق والصلاة والإناب إلى الله عز وجل أن نتوكل على الله من يصرف عنك البلاء إلا الله صحيح الدواء والحكمة لكن الشافي هو الله من أجمل الحكم التي قرأتها عند أحد الأطباء كاتب داويته فشفاه الله داويته الشافي هو الله عز وجل الله عز وجل بأمره كن فيكون يشفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيضا الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هذا عذاب حرارة لما بتطلع مع الإنسان يصيب بالكورونا أو الوهن كنت أسأل بعض الأخوة الكرام في العيد يشرح لي شاب بتلاقيه يعني مثل ما بيقوله بيميل إلى حائط فيميل معه ما يستطيع أن يذهب إلى الطهارة إلى بيت الخلاء ويشعر بأنه يعني كأن الجبال فوق رأسه هذا عذاب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تب إلى الله أيها المريض تب إلى الله تب إلى الله الله يحب أن يسمع صوتك قل أستغفر الله استغفر الله وأتوب إليه كل هذا الذي يحدث معنا من أجل أن نرجع إلى الله عز وجل أيضا أيها الإخوة الكرام باب من أبواب التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب أن الإنسان يتصدق والإنسان إذا كان ما يعرف كان صغير وكثأ أبوه أمه إخوته يبذل له الصدقة الجزاء من جنس العمل اذهب إلى مريض واشتري له دواء والله عز وجل يصرف عنك الداء داء مرضاكم بالصدقة نعم أيها الإخوة الكرام كما قلت لكم الدعاء الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كان يدعو دعاء الإنسان المضطر بين يدي مولاه قال لما قدم تقول السيدة عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعيك أبو بكر وبلال وعيك صار معه مرض شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وفي رواية اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححة لنا وصححة لنا المدينة كان فيها طاعون كل واحد يجي إلى المدينة وما متعود عليها بصيب معه مرض مرض طاعون سبحان الله وصححة لنا قال وانقل حماها إلى الجحفة كما تصيب حما النبي عليه الصلاة والسلام يعني دعا ربه أن ينقل هذه الحمى إلى الجحفة قالت وقديمنا المدينة وهي أوبأ أرض لها سبحان الله الآن الوباء دخل دخل هذا الوباء واستشر بين الناس يا رب يرفعوا عننا يا رب يا رب يصرفوا عننا ولا يا أخوان الكرام لا الدواء ولا الحكمة ولا الحكيم هاي أسباب إذا ما بنا نلتج إلى الله عز وجل سبحان الله في بعض الناس لا يصدقون في ناس ما بتصدق حتى يجي البلاء وسر نحن برمضان الماضي يعني كبشر نقول وين ما في عنا حالات ولكن لما وقع بين أهلينا وبين أحبتنا صرنا ندرك ما حل بالناس وفي حديث ابن عباس هذا احفظوه واكتبوه لأنه وصف من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله عند الكرب عند الكرب يعني عند المصيب عند البلاء كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم الحديث رواه البخاري ومسلم أيها الإخوة الكرام ومن أسباب العلاج هذا الوباء بعد إصابة الإنسان به إنما هو التداوي النبي عليه الصلاة والسلام قال تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء أن نذهب إلى الطبيب لأن الإنسان صار معه أعراض سبحان الله هذا الزمان غير الزمان الأول هذا الزمان فيه دواء والإنسان يأخذ الدواء وإن شاء الله يتماثل للشفاء في الزمان الأول ربما كانوا يموتون بأعداد كثيرة لأنهم ليس عندهم مناعة مناعة الآن صار هناك أشياء وأدلكم على شيء حسب ما سألت الأطباء أيها الإخوة الكرام هناك أشياء تنفع أغلب الأمراض سبحان الله مثال نبي عليه الصلاة والسلام قال الحبة السوداء شفاء من كل داء هاي بسموها حبة البركة لأنه فيها البرك أن نأخذها مع التمر اجعلها مع التمر لأنه الناس لا تستسيغها لوحدها اجعلها مع التمر سبع تمرات وعطوها للمريض أصلاً نحن لازم نأكل التمر والحب السوداء وهذه الأشياء والأشرب القرآنية والأشرب النبوية يعني الإنسان أيننا نحن من العسل أيننا نحن من اللبن أيننا نحن من الزنجبيل الذي ذكره الله في القرآن الكريم تداوى عباد الله فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم متى ما واحد صار كبير عمره سبعين وثمانين ما عد إلى حل هي غير أنه الإنسان أن يلقى إيش ربه أيها الإخوة الكرام هذه الأشياء التي ذكرتها إنما هي أسباب في أن يشفين الله عز وجل وأن يعافينا وأن يردنا إلى عافيتنا وأن يصرف عنا هذا البلاء وهذا الوباء أعيدها على مسامعكم أول شيء العزل الصحي للمدن وهذا ما تقوم به الدول الآن هناك كثير من الدول الآن أغلقت ولم تفتح الأبواب بعد إلا بشكل جزء وعندما فتحت الأبواب انتقلت الأمراض متى ما نعرف أنه فيه هناك بلد فيها مرض خلاص تعزل حتى يشفيها الله عز وجل ويشفي من فيها أيضا أيها الإخوة الكرام عزل المصابين والإنسان المصاب هذا ما أحد يعرف أنه مصاب إلا من حولك ربما حتى أقرب الناس إليك ما يعرفه اعزل نفسك ولا تختلط بالناس أنت هلا بتروح بتشوف أيام الإنسان بروح بده يشتري خبز أو يشتري أبسط الأشياء وأنا أوصيكم أخوانا الكرام الآن في وسيلة الكمامات الكمامات هي وسيلة أنه الإنسان يعني أنه يعني حافظ على نفسه ويحافظ على أي شيء ومع ذلك إذا كنت مريضا لا تخرج من بيتك اجلس في بيتك جلوسك في بيتك أجر وثواب ومغفرة لذنبك سبحان الله المريض يعني الله عز وجل في الحديث القدسي يقول يا عبدي مريضت فلم تعدني قال كيف أعدك وأنت رب العالمين قال مريض عبدي فلان ولم تعده أما علمت لو عدته لوجدتني عنده شوفوا سبحان الله المريض في ظل رحمة الله عز وجل الخاصة أيضا أيها الإخوة الكرام من أسباب الوقاية من هذا الوباء سؤال الله عز وجل العافي سؤال الله العافي سأل بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله أيش المعافي أيضا التوكل على الله عز وجل التوكل التوكل بالدعاء أنه كان يدعو التوكل بالصدقة التوكل بالاستغفار بأن نربط يعني الشفاء والعافية بالجهة العلوية التي هي رب العالمين أيضا أيها الأخوة الكرام التداوي والذهاب إلى الطبيب واستشارة الطبيب وأنا أحب أن أشكر أغلب الأطباء هؤلاء الآن هم بمثابة الصديقين في هذا الزمان الآن الأطباء في المرتبة الأولى المرتبة الأولى هذا الذي يفتح جواله في الليل وفي النهار أنا أوجه لهم رسالة شكر ورسالة تقدير واحترام هؤلاء الذين يعني جاهز الوصف عنده حتى أقول لك إذا ما كان عندك الدواء أنا أأمن لك يا هؤلاء يحملون معاني الرحمة هؤلاء يتصفون بصفة من صفات الله عز وجل الرحيم هؤلاء الذين يبذلون أوقاتهم وخاصة في الفترة الماضية الأسبوع الماضي ووقت العيد يعني نتصل بهم كل ساعة وكل يعني ليل أو نهار من أجل الاستشارة أيها الأخوة الكرام البذل ليس بالمال فقط هناك بذل إنسان يبذل بسخاء في وقته وقت الراحة خاصة الأطباء لم يجدوا وقت الراحة في هذه الأيام أشكر كل الطواقم الطبية التي تعمل على مدار الأربعان وعشرين ساعة أوجه لهم رسالة شكر اللي بدي أعطيكم هو الله عز وجل القسم الذي أقسمتموه الآن يتبين فحواه ومعناه القل القليل من الأطباء يعني أغلقوا جوالاتهم وعياداتهم وخافوا على أنفسهم ما بيتجوزوا واحد على ألف أما أغلبهم نزل إلى ميدان العمل وساعدوا هؤلاء المرضى بالفعل كانوا كالدعاة إلى الله عز وجل يأخذون بأيدي الناس إلى العافية وأسألوا الله عز وجل أن يجزيهم الخير كله أيها الأخوة الكرام في النهاية الناس يزاء هذا الوباء ثلاث أقسام القسم الأول هو القسم الذي لا يكترث ما له سائل عن حدا ويروح في العيد ويروح إلى البحر ويذهب إلى المطاعم وإن لك هذا كورونا ليس لنا ويذهب أقول له هذا المرض لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا يعرف إنسانا ذا بأس وذا قوة وعنده وزن مئة كيلو وإنسان بلعب رياضة هذا فيروس إذا أتى يعني سوف يكلفك الكثير أيام بتكون الكل في حياة الإنسان الإنسان العاقل هو الذي ينظر إلى من حوله السعيد من اتعظى بغيره والشقي من كان عظة لغيره عدم الاكتراث ليس ليس من الدين فقط ولكن ليس من العقل بيقولوا بالعامية إذا حلأ جارك بلدانك ليش؟ يبقوا كأنه يدخل البيوت في ناس يذهبون إلى المطاعم ويذهبون إلى النوادي ويذهبون ويجتمعون لا لو سائل عن كمامي هاي الكمامي بيقول لك مو قلنا أحد الأخوة الكرام قبل ما تغلق المساجد كان أول يوم العيد فأنا قلت له كنت واقف على باب المسجد قلت له رجاءني يعني حط الكمامي نحن عندنا كمامات إضافية فقال لي المهم طهارة القلب ما علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع طهارة القلب بالتقوى وليس لها يعني علاقة بهذا الكلام الذي يقوله الإنسان صدقوني عدم الاكتراث هذا الأمر الثاني هو الهلع الزايد إنسان خايف زوجته خايف أمه لا يسلم على أمه لك أمه ما معه شي يريد أن يبتعد عنها حتى يبتعد عن أولاده لا أحد يسلم عليه لا أحد يأكل مع أحده بده يجلس لحاله خايف من الموت هذا اسمه هلع الله عز وجل يقول فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت هؤلاء منافقون المؤمن متوكل على الله ولكن يأخذ بأسباب السلامة نأكل مع أولادنا إذا كان في مريض شيء آخر لا في مريض ولا هم يعزنون لا يريد أن ينام مع زوجته بنفس الفراش يذهب إلى غرفة أخرى يذكر الموت هذا اسمه هلع زائد الحد الوسط هو الحد المقبول هو حد الإيمان الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحكم العقل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نوجه أولادنا نؤمن بالله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نسأل الله أن يصرف هذا البلاء عن هذه الأمة يعني هذه رسالة بثثتها لكم والمسجد مغلق حقيقة عدنا إلى إغلاق المساجد لأن الوضع ليس كما نشتهي الوضع ليس كما نريد الوضع ليس كما كان سابقا كما قلت لكم مر عيد قاسي وبعد العيد يعني ما حصل بالأمس في لبنان يعني هذه الفاجعة الكبيرة يعني سبحان الله أيها الإخوة الكرام يعني الناس تقول بلاء 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 يبدو أن البلاء درجات يعني كل ما حصل معنا يعني ما حصل معهم في يوم واحد يعني إنما يعني سبحان الله في فتنة في إنسان ماشي في قاعد في إنسان يعني مستلقي في الفتنة يبدو أنه درجات نسأل الله السلامة نسأل الله أن يعوضهم خيرا وأن يرفع عنهم البلاء ونسأل الله عز وجل أن يصرف عننا البلاء وعن بلاد المسلمين وأن يردنا إلى المساجد هذه رسالة رسالة يوم الخميس درس الخميس مجلس الخميس الذي اعتدنا اعتدنا أن نجلس مع الأحبة ظروف صعبة أيها الإخوة الكرام ظروف قاهرة تمر بها هذه البشرية نسأل الله عز وجل أن يكون قد مضى الأسوأ وقد أقبلنا على الخير وهذا هو أمل المسلم بالله عز وجل كل عام وأنتم بخير على ما مر ونسأل الله عز وجل أن تأتي الأيام محملة بالعطاء والأمل والحب والخير لأمة الإسلام إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير رب التقادير والتدابير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة